على مدى عقود وتحت مسميات مختلفة شنت تركيا عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل أراضي جارتيها العراق وسوريا ففي عام 1995 أطلقت تركيا عملية عسكرية شمالي العراق تحت عنوان عملية الفولاذ استهدفت خلالها حزب العمال الكردستاني وفي 1997 أرسلت أنقرة نحو 30 ألف جندي إلى الشمال العراقي لقتال حزب العمال الكردستاني في عملية أخرى باسم المطرقة أما في سبتمبر من العام ذاته فقد بدأت القوات التركية عملية الفجر التي استهدفت خلالها مرة أخرى معسكرات حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي وخلال فبراير من عام 2008 عبرت القوات التركية الحدودة إلى الشمال العراقي لمهاجمة الأكراد في عملية أطلقت عليها اسم الشامس وفي الفترة الممتدة بين أغسطس 2016 ومارس 2017 وخلال عملية أطلقت عليها تركيا درع الفرات أبعدت القوات التركية وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية كما سيطرت على المنطقة بين عفرين ومنبيج وبين يناير ومارس من عام 2018 وخلال عملية عرفت باسم غصن الزيتون انضم نحو 25 ألف من مسلحي المعارضة السورية للقوات التركية وذلك بهدف السيطرة على بلدات وقرى خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وابتداء من التاسع من أكتوبر الجاري إلى الآن وتركيا تشن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا لهدفين معلنين إبعاد الأكراد عن الحدود التركية وإقامة منطقة آمنة عدوان تركي آخر تكبر معه أزمة نزوح المدنيين الفارين من القتال عند الحدود وتتزايد معه المخاوف أيضا من استغلال الوضع من قبل مسلحي داعش أو منحهم الفرصة لعودة تنظيمهم الإرهابي إلى الحياة ترجمة نانسي قنقر